أهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف يعني في الفترة أو الفقرة التانية معنا الناقض الرياضي ومحلل القرى العالمية المتقلق أحمد مجدي أحمد مساء الخير عليك مساء الخير يا كابتن منور النور حضرتك يا كابتن وإن شاء الله كل حلقة قائمة إن شاء الله بإذن الله بس طبعا إحنا عندنا يا زي ما أنت عارف يمكن الأسبوعين أو العشر تيام اللي فاتوا كان الطريق للمنديال تصفيات أفريقية تصفيات أوروبا وتصفيات الساوس أمريكا عايز أبدأ معك يعني بأفريقيا نتكلم على أفريقيا بشكل كامل ولكن نبدأ بمنتخب مصر مش هقولك شفت المباراة زي لكن شفت أداء المنتخب المصري مع كيروش في مباراةي زياب والعودة أمام المنتخب الليبي إزاي الحقيقة المدرب كارلوس كيروش قدر اللقاءين الأولين مع ليبيا باقتدار شديد ونجحنا أننا نحق أكتر من المطلوب أننا نفوزنا بأداء كويس برا وجوان لو كنا خدنا أربع نقاط من المطلوبين كنا هنبقى في وضعية كويسة جدا في المجموعة ولكن احنا خدنا العلامة الكاملة بأداء ممتاز جدا باكتشافات كويسة في الملعب ولكن الأمور نزعها من سياقها مش بيكون عادل في كتير من الأحيان برضو المنتخب الليبي ما احترمنا الشديد ومنتخب أقل منا بمراحل منتخب كان خايف جدا من محمد صلاح وأغفل مفاتيح لعب كتيرة احنا نفسنا اتفاجئنا مفتاح لعب زي عمر مرموش إلى جانب أن فيه لعبة كتيرة كانت بتحاول تثبت نفسها لكارلوس كيروش كيروش في الوقت ده في لعبة كتيرة يعني كانت عايزة تطرح نفسها بقوة حتى المدرب كارلوس كيروش نفس كان عايز يقدم أوراق اعتماده بشكل جيد للكورة المصرية بشكل عام فأعتقد أن نحط الموضوع في النصاب وأن احنا قربنا خطوة كبيرة جدا للمباراة الفاصلة ولكن ما نديش الموضوع أكبر من حجمه احنا ده موقفنا الطبيعي موقف مصر الطبيعي أن احنا نكون في المنزل الفاصل ونكون في المنزل إن شاء الله أنا طبعا بتطفق معاك تاريخ مصر وممكنيات مصر الفنية في مجموعة زي ده يمكن ظروف يمكن أول مباراتين هي اللي حطت المنتخب في ضغوط معينة لكن عايزين نتكلم من ناحية مختلفة شوية عارفين طبعا المباراة ماشت إزاي لكن عايزة أتكلم على شخصية كيروش نفسها المدير الفني الجديد للمنتخب المصري كنت بتكلم في الإنترو بعض الناس قالت طبعا هو أدى بشكل كويس ومباراتين بستة نقاط ده شيء رائع بالنسبة للاختيارات كنت بتكلم على المستوى خاصة رأس الحرب أنت عارف يا أحمد يمكن في أوقات كتير كان منتخب مصر بيعاني من مركز رأس الحربة بشكل كبير جدا ومعندناش ولو عندنا لعيب ما بعاندناش البديل أنا في رأيي أن في الوقت الحالي عندنا أكتر من بديل هو بدأ بمصطفى محمد وأنا قدت بقول أن في وقت من الأوقات كان محمد شريف بسطيل مختلف بإمكانيات مختلفة بإمكانيات رأس حربة شادو كمان سترايكر ممكن يكون لي دور في المباراتين اللي فاتوا طبعا كلام حارتك سليم في مركز رأس الحربة بذلك بتحتاج لعابين متنوعين زي ما كان المنتخب قام كابتن حسن شحاته فيه لعيب زي عامد متعب فيه لعيب زي عامر زكي فيه لعيب محطة يقدر يلعب برأسه يقدر يهد الدفاع وفيه لعيب يقدر يتحرك في المساحات يقدر يجري من ورد ديفنس ولكن الوضعية اللي دخل بها كيروش التدريب منتخب مصر فرضت عليه نمط معامل التعامل في ناحيتين الناحية الأولانية اللي اللي علق أنه هو عايز يدي أكبر جرعة من الثقة لمصطفى محمد اللي كان بيفتقده فأحيانا بيبقى فيه مدرب عايز يدي ثقة بطريقة حدى جدا أنه أنا البديل بتاعك اللي هو مهاجم مصر الأول طول السنة اللي فاتت أنت هتدخل الماتشين المهمين جدا والمصريين دول وأنا عايزك أنت اللي تتقلق فيهم فده خف الضغط على مصطفى محمد بالذات في الماتش الثاني موسى محمد كان متحرر جدا صنع هدف وعمل التاني ولعب وكان محطة كويسة جدا وحاول كتير على المرمى وشق تاني ليه علاقة بشخصية كارلوس كيروش نفسه وتجربه التاريخية السابقة في الأندية أنا عايز أتكلم في النقطة دا لأنه زي ما أنت بتقول هو كان مفجأة كبيرة جدا مش لجماري النادي لا 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 نتكلمش عن النادي النادي نتكلم على منتقب مصر أنه نجم بقيمة محمد مجد أفشا محمد شريف في هداف الدوري ويمكن هو اللي أحرز هدفين المباراة قبلها بيوم قبل ما يستبعد بيوم